يقول لك كهربا مش عارف قال ايه وسب عمل ايه حضرتك اللي سبت كهربا بقى بشع الالفاظ وبناء عليه تقدم مجلس ادارة النادي الاهلي صباح يوم الاتنين النهاردة بتلت شكاوى الى كل من الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الاندية المحترفة ولجنة الانضباط ضد رئيس نادي الزمالك بعدما قام بسب وشتم كهربا امام الجميع وامام وسائل الاعلام رئيس الزمالك قام بسب كهربا بالفاظ يعاقب عليها القانون والتجاوز في حق والده والتحقير من اللاعب والتنمر عليه ووصفه بالارد والكلب والسعلوق وانه قليل الادب وي 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 الاخ 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 وكثير من التجاوزات التي تخدش الحياة الاهلي اكد كمان في شكواه قيام رئيس نادي الزمالك بالاستهزاء والتطاول على النادي الاهلي ومجلس ادارته وهو الامر الذي يخالف كل المبادئ والقيم والقوانين ولوائح الاتحادين المصري والدولي لكرة القدم بل ويثير الفتن ويساعد على الاحتقان بين جماهير كرة القدم المصرية عشان كده طالب النادي في شكواه بتطبيق اللوايح بوصف رئيس نادي الزمالك ممثلا لناديه احد عناصر اللعبة وقدم الاهلي حافظة مستندات تضم استوانات مدمجة تحتوي على نماذج خلي بالحضراتكم تحتوي على بعض النماذج من التجاوزات والسب والشط الذي قام به رئيس نادي الزمالك في حق اللاعب محمود كهربا والتحقير والتنمر منه وذلك وكذلك بحق النادي الاهلي ومسؤولي الحقيقة فاض بنا الكيل كل اللي حصل ده أو سمعناه ليس له أي علاقة بكرة القدم والرياضة اللي هي أصلا هدفها الرئيسي والأساسي والهدف السامي للرياضة في العالم كله الأخلاق وتقويم الأخلاق يجب على الجميع احترام حرمة البيوت احترام عقول الشباب والأطفال المفروض نكون قدوة مش نعلم الناس السباب والشتائم ولا عجب والأغرب هم هم اللي بيقدموا شكوة من غير ما يكون في أي حاجة أصلا كهربا لم يسيء لأي شخص كهربا بيحتفل مع جماهيره ومحبية اللي فضلت شهور طويلة تؤازر وتساند اللاعب لحين العودة للمباريات وكهربا رد كل الكلام ده بأداء أكثر من ممتع في مبارتين وأهداف غاية في الأهمية ترجمة نانسي قنقر